لقاء هذا الصباح هو سعيد هذا الصباح باستضافة سيلهادي عباس كاتب الدولة المكلف بشؤون آسيا وأمريكا مرحبا بيك سيلهادي أيضا سيسامي جدوار رئيس المجلس الاستشاري لمركز التونسي الأمريكي مرحبا بيك سيسامي أعتقد يعني إلى حدود الساعة لا يزال الحديث على أوروبا على الفضاءات التقليدية أعلمين على الأقل ما سمعناش ما أنجزها في اتجاه آسيا وأمريكا والله إحنا من اللي تسلمنا مقاليد الحكم في وزارة الخارجية قررنا بيش نبدلوا سياستنا الخارجية شو معنا نبدلوها مش يعني نلغيه السابق ونجيبه حاجة زيدة بل بالعكس يعني كونه تدعيم السابق الموجود الحاصل لكن نؤمنوا بأنه العالم يزم يكون متعدد الأقطار نعم وإحنا بلد كما تونس تموقع متاعنا الجيغرافي تاريخنا انفتاح البلاد ما يسمحلناش بيش نحطوا البيضات الكلة بتاعنا في نفس السلة ولهذا مشينا في نسق آخر مشينا في توجه آخر اللي هو أولا سعى البعد المغاربي العربي والإفريقي لأننا ذهي المجال الحيوي بتاعنا الجيغرافي والتاريخي يعني الأصلي نعم اللي كان مع كامل الأسف كان يعني مهمش أفريقيا كانت مهمشة تونس ما كانت تشارك يعني في القمم الأفريقية بالانتظام ولا حتى كتشارك كانت المشاركة ياسر ضعيفة رغم أهمية المجال الأفريقي لأن الأسواق الواعدة هي في أفريقيا ما هيش في مكان آخر نعم هذا البعد لوليني البعد الثاني هو البعد الأمريكي لكن أمريكي الشمالي والجنوبي الاثنين والبعد الأسيوي يعني نعرف نحن نسبة النمو مثلا في الاقتصاديات الأمريكية اللاتينية أو في اقتصاديات البلدين الأسيوية نسبة نمو قوية جدا مرتفعة جدا هذا شنوع يعني يعني أنه السياسة الخارجية التونسية واللي عندها توجه في الظرف الحالي على الأقل توجه أكثر منه اقتصادي كسياسي لأن نحن معناه ما نشبش نأثر على السياسات العالم ولو أنه تونس خذت اليوم صمعة كبير يسر على المستوى الديبلوماسي لأن البلاد قامت بثورة واللي يصير في تونس واللي عنده تأثير كبير يسر على المستوى العربي حتى على المستوى العالمي ولهذا نحب العلاقات متاعنا تكون علاقات معناه قوية مع البلدان الصادة ولهذا خدمنا خدمة كبيرة يسر سواء في أفريقيا أو في أمريكا اللاتينية وإلا في آسيا يعني بالنسبة لأمريكا الشمالية وذلك هذا سؤالك متعلق بأمريكا الشمالية وبالتحديد الولايات المتحدة الولايات المتحدة وكندا وكندا بالطبع علاقتنا مع الولايات المتحدة بالتحديد عمرها ما كانت في المستوى الراقي اللي هي موجودة عليها اليوم برشة ناس يتسألوا يعني شنوه في المقابل فما مقابل عمرها متجيرة العلاقات هي شنية من اللي تخلقت الدنيا العلاقات هي تبادل المصاح أخذ وعطاء نعم تبادل المصاح إنما أحنا في تونس نعرف شو معناها السيادة نعرف شو معنا استقلالية القرار عنا مفهوم لشيء ذي لكن ما يمنعناش بشنو تكون علاقتنا مع القوى العظمى تكون علاقة طيبة واللي على مستوى العملي وعلى مستوى يعني المادي اللي عملناها مع الولايات المتحدة أثناء بكل صراحة وبدون تبجح عمره ما صارف في تاريخ تونس يعني شوه بالضبط بالضبط نقربوا الصورة على السلام نعطيك آخر شي نولتو اليوم وكالات الأنباء هو الضمان القروض الضمان؟ القروض نعم يعني مخديناش قرض من أمريكا إنما ضمنت فينا أمريكا الولايات المتحدة بالتحديد باش نجموا نقترضوا في السوق المالية بطريقة ميسرة يعني نحن نعرف تبعات القروض يعني أحيانا مشتة مشتة لكن نحن كنمشيوا كدولة ضعيفة كنمشيوا على السوق المالية ونطلبوا القروض إذا كان معنا شي ضمانات إذا كان الترتيب منتعنا ما هو شي عالي بالطبع مش نحط كي يسلفونا يسلفونا بأسوام باهضة لكن دخلت أمريكا وعطتنا وعنا حطت ضمان بثلاثين مليون دولار اللي يقول لنا باش نقترضوا على السوق المالية بما يقارب أربعمية وخمسة وثمانين مليون دولار بيعني فائدة متوضعة اللي هي تقريبا واحد فاصل أربعة على أقصى تقدير واحد فاصل ستة وهذا يعني وهذه يعني مقارنة بالفوائد في اللي توصل ثلاثة أربعة وساعة خمسة في المياه نشوفه النتيجة ونعطيك يعني سكوب بالنسبة لسنة القادمة إن شاء الله القيمة نتعى الضمان مش ترتفع من ثلاثين مليون دولار إلى ستين مليون دولار وهذا يفسحنا المجال مرة أخرى باش نقترضوا بأمور ميسرة جدا هذا عليه لقاء معك سلهادي لكن باش نرحبه من جديد بسي سامي والحقيقة ما يميز مهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا كون أغنبهم من الإطارات المركز التونسي الأمريكي اللي سياتك تترأس للمجلس الاستنشاري متاعوه برك الله فيك على الدعوة ماذا يا فرصة من عرش السلهادي إلى أي مدى يعرف المركز هذا والله بكل صراحة تواسمعت بها ما نعرفوش وانا حتى المرح ما قلتكش يعني ها وفاجأ معك لأنه هذا يدورنا كعالم حصولي شرف باش نتعرف على الأخ وإن شاء الله نتعامل مع بعض ما إن شاء الله تفضل مبايحي وقتش تأسس المركز هذا تأسس المركز تونسي الأمريكي سنة 1969 الجالية باش نعطيك نحطك في الإطار الجالية التونسية المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية تعدادها يبلغ 13 ألف كيفاش تأسس يعني تأسسوه أنت تأسس برغم من السلطة المركزية في تونس لا هي جمعية غير حكومية يعني مكان الشعبة أنجيو مكان الشعبة بشكل واضحين لا مكان الشعبة نعم أنجيو باش نحطك في الإطار 13 ألف و13 ألف و500 هم عدد التعداد الجالية الموجودة هناك نعم ولكن يمثل هذا طبعا السيقل أو شعار المركز تفضل ولكن الهدوم يمثل 1% حسب الحصائلات اللي عنا من مجموعة التونسي المهجين براء لكن الـ 1% هذا يمثل نسبة 25% من النخب مليت معناه هنا باش نحطك في الإطار معناه هنا وهي جالية معتبرة تأسس المركز هذا عام 99 من مشمولاته توطيد العلاقات ربط الجسور مساعدة التوانس الوافدين جد خاصة من الطلب على الاندماج في المجتمع الأمريكي نعم مساعدة الأمريكان اللي يحبوا يعرفوا منعها على تونس أو عندهم هذه الصورة لو تخليها توفيق لو تسمح مثلا نعلق على هذه الصورة مع الرئيس الأمريكي أوباما رجعها توفيق هذا ممكن يعني من قصة على السياق الحديث هذه في أي إطار الصورة هذه هذه طبعا بعد الثورة التونسية وتحديدا ظهرتنا في بعض القنوات ومباشرة بعد انترويو في قناة الفوكس نيوز هذا جاء بعد الانتخابات نعم وعطيت رأي في الانتخابات طبعا كنت مسرور بنجاح الانتخابات أو على الأقل معناها كانت النفس الديمقراطي اللي كان موجود نعم بالضبط نعم فصارت تلقي دعوه من البيت الأبيض وكانوا من جميلتهم ناس أخرين حاضرين من المجتمع المدني يظهر لي يحب الإطار اللي كان فيه تكريم الجالة التونسية أو أنا أقول يعني تونسي بعد الثورة أصبح ينظر له بمنظر آخر أكيد طبعا يعني الثورة التونسية يعني أكبر دعاية عملتها تونس ككل هي ثورة تونسية بأساس يعني نعم ونحن نعم دعاية لتونس بمئات المالين يعني بثورة تونسية تحطت على الواجهة و واحد قال لي يعني ثورة محبوبة نعم وإن شاء الله معناها نحاول على نفس المنوال هذا لأنه يعني لازم ندعمها بكل ما يمكن حتى نكون عن حسن ظن الأمريكي المثاقف خاصة لأنه اليوم صارت تونس على الواجهة وصاروا يحبوا مش يعرفوا تونس يحبوا يتعاملوا مع تونس نعم إذن الثورة التونسية كانت يعني فرصة تاريخية بالنسبة للتونس كون أخليت تونس على الواجهة خاصة يعني ثورة لم ترك فيها يعني دماء كثيرة وهذا يحسب يحسب للثورة التونسية بالقياس مع ما حدث في ليبيا وفي في مصر إلى أي مدائل خارجية بشكل عام وخاصة في مجال اختصاص متاعك وقع استغلال هذه الصمعة هذه الصورة وتسويقها في المعنى الإيجابي لأنه تقريبا التوربة قريب نصر عام ونصر تقريبا لكن مزالت النتائج مش واضحة تمام الوضوح هو فمزوز محاور نخدموا عليهم هو المحور اختصادي فأعطيتك لمحة وجيزة نعم وفم محور ثاني عندها قيمة كبيرة ياسر حتى على المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي إذا كان نجموا نسوقوا بالاعتماد على أمور موضوعية مش مش نجيوا احنا نحكيوا الحكايات فارغة للعباد نحكيوا لهم على الواقعة التوليسية يعني على المستوى كل التحويرات اللي صايرة على المستوى المؤسساتي يعني كيفاش احنا الدولة نبدلوا فيها من منظومة إلى منظومة من منظومة ديكتاتورية والانفراد بالحكم والقسوة على المواطنين وما إلى ذلك إلى تشريك المواطن إلى احترام المؤسسات إلى احترام القانون إلى علوية القانون فوق الجميع هذا كله هام جدا يعني كنت نقلوا احنا للخارج ولننقلوا معناها بعثات أجنبية إلى تونس نعطيهم بسطة جالية واضحة بالاعتماد على وثاق على شنون يصير في البلاد على المستوى المؤسساتي يعني نشوفه الديمقراطية نعطيك مثلا مثال البسيط اللي عشناه عنا خمسة شن يوم هو الإشكالية بتاع البغدادي المحمودي اللي برشاناس عملت لها قراءة سلبية في رأيي أنا القراءة إيجابية جدا عليش لأنه لأول مرة شفنا في تاريخ بلادنا المؤسسات تختم حتى ولو على مستوى الخلاف لكن كل مؤسسة خدمت على روحها يعني أول مرة نشوفه رئيس حكومة يجي إلى البرلمان يعني أمام نواب الشعب ويسألوه ويطلبوا منه باش يحاسبوه يحاسبوه يعني كانت محاسبة علنية ومباشرة على التلفزة والناس يعني طالبة من رئيس حكومة باش يفسر تصرفاته يتفسر القرارات اللي خداها هذه هي صورة راقية للديمقراطية ومفهوم الديمقراطية كي نحكيه مع مع الأجانب وهم يعرفوا عندهم فكرة بالطبع لكن إذا كان يعني مسؤول حكومي بصفة رسمية يفسر شنوه ليساير هذا يعطي ثيقة كبيرية وانا نتمنى وحقيقة يعني هذه أمنية اللي احنا توانسة نعطيه ثيقة في رواحنا كما الأجانب عاتين ثيقة فينا ونلاحظوا اللي فما مع كامل الأسف فما فرق ما بين الثيقة اللي الأجانب عاتينها في تونس شافوا شنو معناها ثورة شافوا شنو معناها شعب عندما يقرر باش كرامته تتحفظ باش يكتسب حريته قادر باش يعملها بطريقة حضرية جدا لو الثيقة هذه للأجانب عندهم في تونس ماذا بي تكون تترجم أيضا تترجم بالثيقة في أنفسنا لأنه اللي عملناها روما يش حاجة بسيطة وهذا إذا كان نحنا عنا الثيقة في أنفسنا مع الثيقة بتاع الأجانب فينا يظهر لي يكون عنا الملتزمات الأساسية للإزدهار والنمو اللي هو يلزم يتابع النمو السياسي قطر النمو السياسي بدون نمو اقتصادي يولي يهدوا بعضهم يعني إذا كان المواطن ما يحسش اللي هو نجم يجني ثمار تمجهوداته السياسية اللي قام به والتضحيات وشهداء وما إلى ذلك كيفاش مش يجني يجني ثمار هي كونه اقتصاديا واجتماعيا يرتفع باش يرتفع يلزم الحكومة تخدم خدمتها ويلزم المواطن زادة يرتقي إلى المسئولية اللي هي على عاطق يعني حكومة تخدم مواطن مسئول وثيقة تاع الأجانب فينا هذا كلهم يعني يعملوا يتفعلوا مبعضهم باش يعطوا النمو اللازم للبلاد وعننا كل الإمكانيات واذا ما هوش يتفائل هكيه كمان هذه معطيات علمية وواضحة عنا كل الإمكانيات باش نرتقيوا ببلادنا إلى مستوى عالي جدا اجتماعيا واقتصاديا نعم مهم سيسمين الأنشة الاجتماعية متاعكم في المركز الأنشة الثقافية أيضا لكن الأهم من هذا التسويق لسورة تونس واستجلاب مستثمرين من أمريكا أساسا ومن كندا خاصة بربي حبن عرج سعى على سيدك الدولة ما اسمعش بالمركز التونسي الأمريكي حقيقة ما شايفه جاني احنا مثلا في 2009 توصلنا باش خذينا نسميوها كونجرشين الستيتمونت اللي هو يعني إقرار من كونجرش باعتماد يوم 27 ماي من كل العام هو اليوم التونسي الأمريكي طبعا هذا 2009 ما كنا نشن نجم يعني وقفة باربار باكسر اللي هي من ولاية كاليفورنيا كانت يعني يعني ترأس لجنة العلاقات الخارجية في وقتها وقالت معناها تكلمت كلام كبير وباهي بو اللي سالح تونس طبعا وشدت على علاقات وعلاقات تاريخية وعنه تونس والدولة على طرف أمريكا والدولة على طرف وليتعفوه كل بي بعد قعدنا معناها الراسل في الطريق الصفارة أنه أعطينا مغزم الحكاية حبينا على الأقل هذه معناها يعني نافذة فتحة أنه يجيك للصناع المجلس الشيخ في أمريكا ويقول لك أنا حب نعمل اليوم تونسي أمريكي من خلاله وحبنا نكبر سكوبة العملية ومعناها نشارك أكبر عدد ممكن من الناس اللي عندهم انترست في العملية سواء كان رجال أعمال أو مثقفين وهذا بإدماجهم خلال اليوم هذا إن شاء الله سيد كات دولند من دولند يعرف ويسمع بالليوم التمسي الأمريكي لو يرجع للمراسلات يمكن يلقاهم واحدة من ثلاثين يلا المسؤولين في الهواشة مش قاعدين يوصلوا وإلا ممكن موجودة في اللرشيب بالطبع الجمعيات موجودة وفهم هيك الأخرى ما فهماش كان الجمعيات متاعكم وما نرحب بكم في أي وقت نقبل في مواطنين فما بالك بجمعيات إذا كان ممثلة لمواطنين فهم جمعيات أخرى ناشطة برشا تخدم وعندي لقاء اليوم بالذات مع الرئيس المتاح فهم تاك تشامبر أو كوميرس التي تخدم فهم مجالات أخرى يعني عمل وتعامل يعني هو من المفروض هذه فرصة سعيدة لأنني مش تعرف عليك ونتعرف على جميع متاعك من المفروض يعني مش هي مشاكسات هذه حكاية يعني كل واحد يقدم نفسه للآخر لأنه نتج معنا حاجة بركية تج معنا تونس المصلحة العامة تونس أنا اتنقلت الواشنطن مرتين يعني أخيرا ومحصوليش شرف باش نتعرف على سيادتك يعني ما أبقاعش تقديم جمعيتك يعني أنا ما عندي حتى أي تحفظ هو سيد كذب لو لمهوش إشكال يعني هو فرصة أي كما تحكي أي المجتمع المدني كله قادر أن يساهم بشكل أو بآخر هي فرصة على كل حال باش عرفت المركز هذا وإن شاء الله يعني تتكاتف الجهود لمصلحة تونس نرجع للسؤال سيسامي يعني قلت الأنشطة الاجتماعية مهمة الثقافية مهمة اقتصاديا ماذا بإمكان المركز هذا وباقي المؤسسات اللي اللي تعنى بالشأن التونسي في أمريكا أن تساهم في دفع الاقتصاد التونسي خلينا نكونوا إيجابيين نحن ده ملاحظة شوية ماذا بيما نرجع قطيدي بس خمسة وشنة ثانية لما تطلع سيناتور في واحد تقول حبينا جيها المقابلة في تونس سواء كان النواب أو كذا أقل شي يعني يسير لك أحراج بعدين تقول لك أنا برحب يصير كذا كذا ما صارش رد حتى مساء البروتوكولية بحتاج عقلهم ما يمكن معناها وبعد تلك نجمون غادي يكون عنا رصيد يعني معنوي أنه يعني يعني في وقت موقع قاعدت مطالب مرد علينا حد سيسامي وصلت الرسالة عطيني جاوبني على السؤال حبينا إذا كان يتم هذا وإن شاء الله سيد كالدولة معناها مدام ومعناها فتح صدر والمسأل إن شاء الله ولما يسير لهم تنسل ديك عنا ناس يحبوا تام معينة يخدموا عليها سواء كان مثلا البيئة سياحة كذا أحنا عنا الديتابيس منتاعنا اللي بونكتدوني معناها ممكن نوفره أي شيء معناها اللي يكون مطلوب معناها في تونس أو اللي عندهم بأوليات ممكن نوفره الناس اللي عندهم رغبة في التعامل في أي من المسائل هذه إذا كان يكون اليوم تمسينا ميليكي بالطريقة اللي نتصوره نحن ومثل ما تفضل وإذا يحب نتقابل ونحكي له شنو اللي عانا من تصوراتنا فما ناس مستعدة باش تعلق ما نقولش نحبش مستعدة باش تثم باش تعطي الفرس على الأقل أو باش تجرب نعم وهذا المطلوب في الوقت الحاضر نعم سيد كاتب دولة هجرة الأدمغة وخاصة نعرف هجرة الأدمغة مسألة هامة وخاصة الهجرة إلى أمريكا وكندا إلى أي مدى هذا المبحث صلت عليه الضو وفما إجراءات أولا للهجرة المضادة مثلا كما اليوم كان عنا سينور الدين بالحاجة عليه من رجال الأعمال اللي كان يعيش في كندا وجاء وانتصب في تونس وعنده بشوية مشاكل عادي هذا وهو يعني مصرر كونه يرجع لتونس ويستثمر في بلاده يعني المبحث هذا إلى أي مدى عنده عناية من طرفكم والله باش نجاوبك باش نطلقك من تجربتي الخاصة ايوا انا بيدي قريت في فرنسا وكنت استاذ جامعي في فرنسا إلى حد ديسمبر اللي فات ما كانش عندي الفكرة باشتراوح لتونس إلا بعد ما المناخ طار رجوعي لتونس تبدل يعني مش قلة محبة لبلاد بالعكس يعني غيرها على البلاد واكثر من غيرها على البلاد احنا المهم شنو هو توفير المناخ اللازم باش إذا كانوا بحث ينجم يرجع لتونس يلقى الظروف اللازمة يعني مخبر باش نجم يعني فيه البلاد أبحاث متاعه مش مش نعطيه هنا صبوع تباشير وسبورة باش يمشي قرية يعني هذي أغلب الأحيان يعني العلماء بتاعنا والباحثين بتاعنا توانسة اليوم من مستوى راقي جدا يعني سوى في في ولاية المتحدة في الكندا في فرنسا في أوروبا نعم في اليابان أنا اتنقلت اليابان وشفت معنا من خير تمعنا يعني موجودين في جامعة يعني استثمار هذه النخب مزال ما هوش بالشكل الكافي بسراحة لأنه ما زلنا إلى حدود الساعة رغم الإصلاحات الموجودة مزال اللي يرجع من الخارج من المطار تبدأ فما فما شوية إشكالة لقيقة ماشي يزم نقوله الكلام هدايا معنا عمره ما واحد ينجم يغطي يعين الشمس بالغربار يعني هذي حكومة عندها ستة شهور ما يجاد تخدم الإصلاحات يزمة التعمل على كل مستويات يعني يعني بتبيعة أما رو فما جانب التضحية الشخصية إذا كان ديما نطلبه حذروننا 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 يلزم أين أنتم من كل هذا يعني هو مجهود يعني يلزم كل المواطن تونسي يسأل نفسه كما كيندي عملها شنوه أنت بيش تقدم لبلادك مش طالب بلادك باش يتحضر لك الأمور ولا يتقدم لك أنت شنوه بيش تقدم شنوه تضحيات اللي مستعد بيش تعملها بالطبع يلزم الحكومة وأي حكومة وأي مسؤول في أي موقع متاعه يوفر يعني يخدم خدمته باش يوفر يسهل الأمور يوفر الأرضية بطبع يعني طبعا إذا كان كما كنا نحكي على الباحثين التونسي حذر لهم حذر لهم الأرضية الإنفرستركتور اللازمة البنية التحتية اللازمة باش ناجم يجي ويعبر على مقصوده في ظروف على الأقل عادية دي كانوا بش يعمل تضحيات مادية على مستوى شهرية مثلا ما زمك تجربوا باش يعمل تضحيات على المستوى العلمي يجب أن تستغل الأمور هذه كلها يعني عنا برشة وانسا والحمد لله راغبين في الرجوع إلى تونس لأنهم فهموا اللي توا تونس حاشت بيهم حاشت بيهم باش هما يعطوا الإضافة القيمة الإضافية هذه اللي مشعتوها للبلاد لأنهم تحصلوا على خبرات اللي هي مع الناش في أغلب الأحيان مع الناش في تونس وتوا وقت باش يستثمروها في بلادهم بطبع يجب أن تكون الإدارة مهيئة للشيء يجب أن العقلية كلها تتبدأ السياق كامل وهذا بكل صراحة يعني يتطلب وقت نحن نعرف وشيء هذا لكن فما استعداد أنا نحس من المرسلات اللي يجيني مثلا شخصيا ولا جيل الزملاء فما استعداد كبير رياس المتوانس والجمعيات نجب تلعب دور خارق العادة لأنها همزة الوصل ما بين أرض الوطن وما بين الجالية التونسية الموجودة بالخارج وفما جمعيات يستمعوا وقاعة تول الأسبوع ذا يعني الأسبوع الفارض ندوة كبيرة ياسر شاركوا فيها شاركت فيها جمعيات مثلا لزينجينيور تونيزيان في أمريكا وفي هي ما بين أمريكا والنوائل المتحدة وعملوا الندوة متاحهم في تونس باش يشوفوا الأليات الممكنة باش يستثمروا في تونس واخنا خدمتنا شنوه توفير الأرضية توفير الأرضية يسهلونهم العملية باش ينجموا يرجعوا لبلادهم ويساهموا في العاجل الاقتصادية لأنه احنا حاش نبيهم توفير أكثر من أي وقت مضى نعم سامي أهم الأنشرة القادمة للمركز المتاعك وكيفاش بإمكان جاليتنا في الولايات المتحدة الأمريكية أن تدفع الاقتصاد التونسي حقيقة المستثمر أو التونسي المقيم بره يحب يرجع ويبحث على تقريبا نفس الظروف اللي يبحث عنها المستثمر الأجنبي ممكن يتساهل شوي من هون يعمل المسائل الجوهرية الأساسية لازم تكون يناسا مجددا الانفرستكتور وغيره والسلم الاجتماعي وواء احنا مثلا من جهتنا الوقت الحاضر عنها معهد ابن خلدون اللي هو داخل المركز تونسي الأمريكي قاعدين نحضروا في عريضة عند ناس أصحابنا زيقاء تونس داخل المؤسس القرار الأمريكية باش نحاولوا نخفضوا الديون ولو معناها مش نعملوا الضغط من نوع خاص وقدمنا أشوات بصراحة وفهم الناس قاعدة تسمع فينا ومعناها متقبلين للفكرة كانت عنها من أنشتغيرات هناك الدولة كانت عنها الانشتغيرات كان عن برنامج اسمه سادي ان تونيجي بروغام يعني نبعثوا ناس لفترة بسيطة لحظة نختارهم حتى ناس خرجين قانون أو صحافة لأنه هذول الناس اللي يمسقهم مؤترين صحيح ومع الأسف الفندي معناها مع الدين وأنه مكناش نجم ونكمله والبعض منهم اللي مشاء أنا شخصيا عندي علاقات بعض منهم لناس اللي في الخارجية مشاءوا وجاء تونس وكتبوا هي الدعاية هو في نهاية الأمر شوف الأمريكي أنا أحكي لك الأمريكي ما ممكن يشرب منتوج من دولة ما يعرفه التعريف بتونس أساسي يعني الناس وهذه مسؤولية لحقيقة مسؤولية مشتركة بين الخارجية والسياحة والطقفة وكل وكل المؤسسات كلمة الختام سيد كاتب الدولة في نهاية في نهاية المصافحة الصباحية لحاولنا تسليط الضوء على طبيعة طبيعة نشاطكم هذا السوق المفتوح أمامنا وعلاقة جدلية الحقيقة ما بين الفضاء الأسيوي والأمريكي بين تونس وبينهم ما تجب تقول في ختام المصافحة الصباحية والله هو علاقتنا مع أمريكا بإنهاني الأخ حقيقة خارق العالم وحجم المعاملات راقي جدا أحنا حابين على المستوى السياسي سترتقي لأنه هذا كيف يحل بين الأخرى وهذا شنو ساير يعني ذلك في الناحية حققنا حاجة بها البلادنا بالنسبة للسياسة الأخرى عملنا تواجه نحو صين لأنه ينزبنا التوازن بلد صغير يجب أن يكون علاقته طيبة مع البلدين الكل الصين والهند واليابان علاقتنا معهم مرة أخرى راقية وراقية جدا يعني الصين من البلدين السناء عمل لنا هيبات كبيرة اليابان عملنا قروض مياسترة على أربعين سناء مع عشر سنين يعني زيادة يعني لا عشر سنين ما نخلصوش العشر سنين الولاء يعني هذا كله ما كانش موجود لأنه عليش يؤمنوا بلي تونس تاوي المناخ متاحها طيب اللي فما شفافية أكثر وهذه هامة برشة إذا كان ما عندكش قواعد واضحة للمستثمرين الأجانب والبلدين الأجانب يبدأوا متخوفين هذا كله والحمد لله عملوا شعب تونس يعني مش بضرورة حكومات الحكومة بالطبع هي تساهم لكن شعب تونس يفرض الشفافية وفرض الوضوح خارق العادة ونجمو نستغلوها على كل الأصعيد تاوي تونس هي البوابة لإفريقيا هي البوابة للمغرب العربي هي البوابة للعالم العربي ككل الرسيد البشري اللي عنا هذا كله يعني كله مضوما حاجات إيجابية نجمو نوظفوهم ونستغلوهم لصالح البلاد لأنه باش تكون البلاد هي رابح يعني العلاقة هي وين وين يعني يعني هم يربحوا وحنا نربحوا لكن هذا كله مع احترام مرة أخرى سيادتنا ومعترام يعني مصالحنا الوطنية والترفيع من مستوى الخدمات في تونس هذا كله رأي منظومة كبيرة ويلزمها تتخدم على المدى التويل الأقل المتوسط والتويل إلا ما على مستوى القوانين المسنة اللي سنناها في تونس على مستوى التحويرات اللي عاملينها في مجال الاستثمار هذا كله مؤشرات طيبة وانا اليوم إن شاء الله مع مطلاتها مش نمشي الرومة عنا اجتماع متاع الجيويت متاع المجموعة الثمانية على المؤسسات الصغرى والمتوسطة باش نعطيهم بسطة على كل التحويرات والقوانين اللي احنا نخدموا فيهم طويقة باش نسهلوا عملية الاستثمار في تونس إذا كان احنا نعطيهم فسرولهم بأمور مرة أخرى شفافة لبعد الحدود يولي يعني الفينانسما اللي سيدتك حكيت عليه توا يعني التموين الأجنبي إذا كان يراع الأرضية صالحة والقوانين شفافة والقضاء مستقل والأمن موجود لكسيل معلومة بالضبط احنا سنينا معنا قانون على open data معنا باش تكون المعطيات الرقمية موجودة ومتوفرة بطريقة شفافة هذا كل يجبنا نمشي لهم ونفسروا لهم ونعطيهم الوثائق اللي يزمة باش هما بالطبع يتهناوا على تونس وعلى مستقبل تونس لأنه ممشعتوا فلوسهم يعني مش بش يحطهم في الربل يزم يحطهم في أرضية صالحة باش كل فلوس تستثمر نعم وتكون عندها الفائدة لهم هما وتكون عندها فائدة لتونس هذه هي الخدمة بتاعنا على مستوى وزارة خارجية خاصة في المرحلة انتقالية لأنه النؤمن اللي اللي طوى هو الاقتصاد اللي مش يغذي السياسة مش يغذي الديمقراطية واذا كان ما فهماش اللي يمشيوا بالتوازي مش يقع اخلال في المسار الديمقراطي واخلال في المسار الاقتصادي ووضح وهذه هي خدمتنا وان شاء الله نعم من سيدك الدولة نحن نقول لك المركز تونسي الامريكي باقتصار المركز تونسي الامريكي هو عبارة على ذراع أمريكية لخدمة تونس وقضايا تونس واضح واضح شكرا لك سيلادي شكرا لك سيسامي نواصل انتلاقا من العندريب الأصمر عبدالله عبدالله حليم حافظ تصدر زي الله يا حبيبي زي الله رامي يا حبيبي